كشف صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس حول تمويل يقارب ملياري دولار من أجل مساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية تأتي هذه الأنباء في وقت تعاني فيها البلاد من ارتفاع مقلق في نسبة التضخم وأزمة وقود متفاقمة تونس تقطع شوطا مهما في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ويبدو أن حصولها على قرد من المنظمة لم يعد سوى مسألة وقت فقد أعلن صندوق النقد توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع تونس ووفقا للبيان الذي نشره يخول التفاهم للجانب التونسي الاستفادة من تمويل يقدر بمليار وتسعمائة مليون دولار صفقة من المفترض أن تظل سارية مدة ثمانية وأربعين شهرا بهدف مساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية ويشمل ذلك تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والمساواة الضريبية وبالرغم من حصن سير المفاوضات حتى الآن لن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق وهو ما سيتم الكشف عنه قبل نهاية العام الجاري إذ من المقرر أن تتم مناقشة طلب القرد في ديسمبر المقبل وتحاول الحكومة التونسية منذ أشهر التفاوض مع صندوق النقد على قرد بقيمة أربعة مليارات دولار وهو مبلغ تأمل في الحصول عليه في أقرب الآجال من أجل إنعاش الموازنة العامة ومواجهة أزمة مالية غير مسبوقة فإلى جانب مشكلة التضخم باتت تلقي الأوضاع المالية المتردية بظلالها على قطاعات عدة من بينها قطاع الطاقة حيث شهدت محطات الوقود في البلاد خلال الأيام الأخيرة نقصا حادا في الإمدادات من جهتها أكدت الحكومة أن هذا النقص ناتج في الواقع عن تقلبات السوق العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية مزيد من المتابعة معنا من تونس الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبدالله سيدة جنات مرحبا بك معنا في النافذة المغاربية إذن نحو ملياري دولار على مدار 48 شهرا كيف سينعكس هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الاقتصاد التونسي وخصوصا الموازنة العامة نعم هو مبلغ صغير صحيح ولا يفيه لتمويل أو تخطيط عجم زينية الدولة ولكن لهذا يدي الموافقة أبعاد سياسية أكثر منها اقتصادية باعتبار أن قبول صندوق النقد الدولي بتمويل تونس سيبعث بتطمينات إلى السوق المالية العالمية باعتبار أن تونس تنوي الخروج على السوق المالية العالمية أيضا هي رسالة لوكالات الترقيم الأقتمانية السيادية على الأقل للحفاظ على المستوى الحالي للتصنيف السيادي التونسي دون تواجه نحو مزيد من التخفيض بما يعني عجز تونس عن تسديد ديونها الخارجية في أجالها كما أن هذه الموافقة ربما تطمئن المستثمرين الأجانب والمزودين أيضا باعتبار أن ما شهدته تونس من أزمة البنزين هذا الأسبوع جزء منه يعود إلى هذه اهتزاز الثقة لداء المزودين الأجانب في تعاملها مع السوق التونسية إذن هذا المبلغ ربما توظيفه في هذه الاتجاهات باعتبار أن الحديث عن إنقاذ الاقتصاد التونسي لا يمكن الاعتماد فيه على الاقتراض وخاصة الاقتراض الخارجي ومن صندوق النقل الدولي سيدة جنات هل كان بيوسع الحكومة التونسية عن تفاوض بشكل أفضل؟ أكيد أكيد أن كل الحكومات كان بإمكانها التفاوض بشراسة بما يعني الدفاع عن كرامة التونسي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسي باعتبار أن اليوم شروط صندوق النقل الدولي هي مؤلمة ولا تأخذ بعين الاعتبار الجانب لا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا التنموي رؤية صندوق النقل الدولي هي رؤية مالية بحتة باعتبار أن أهمها الوحيد هو تأمين تسديد القروض الخارجية بقطع النظر عن تداعيات ذلك أو الكلفة الاجتماعية لذلك فالحديث عن الضغط على نفقات الدولة لتقليص العجز وذلك الحديث عن تنويع مصادر موارد ميزانية الدولة يعني هو يدفع هذه الحكومة إلى كلفة اجتماعية باهظة يرفضها الشعب التونسي ورفضها الشعب التونسي وأيضا الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار أن برنامج الإصلاحات الهيكلية في محوره المتعلق بسياسة المالية العمومية يمر عبر أربع محاور وهي تجميد الأجور والإتنابات في الوظيفة العمومية رفع الدعم عن المواد الأساسية ورفع الدعم عن المحروقات الترفيع في الضرائب وأيضا التفويت في المؤسسات العمومية بما يعني تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي أي الأقوف إلى جانب المقدرة الشرائية وهنا أريد أن أسألك سيدة جنات عندما تكمل الحكومة التونسية الإصلاحات الهيكلية الكبرى كما تنادي أو ينادي بها صندوق النقد الدولي إلى أين يمكن أن تصل تونس؟ سؤال محرج وصعب ومؤلم لماذا؟ لأن كل المؤشرات تؤكد أنه في وقت الذي ستستكمل فيه تونس برنامج الإصلاحات الهيكلية سنصل إلى تفكيك الدولة التونسية وأيضا إبادة الشعب التونسي لماذا؟ لأن تفكيك الدولة التونسية من خلال تفكيك بيزانية الدولة وعندما قلت تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي من خلال ميزانية الدولة اليوم وقع إفراخ ميزانية الدولة من هذه الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وحصر ميزانية الدولة في بعدها المالي البحث إذن أين ستكون الدولة؟ كيف ستكون الدولة حاضرة لم تكن من خلال المرفق العمومي من خلال الخدمات العمومية من خلال إيجاد سياسة تعويض وسياسة دعم للأقوف إلى جانب المقدرة الشرائية إذن هذا البرنامج سيفكك الدولة الوطنية أيضا سيبيد الشعب التونسي باعتبار أن تخلي الدولة عن هكذا أدوار سيترك يعني الشعب فريسة القطاع الخاص والرأس المال العالم الذي يبحث عن الربحية سيدة جنت اسمحيلي على المقاطعة هنا عندما تتكلمين بهذا المنطق وكأن الحكومة التونسية لا تدرك أبعاد ومخاطر مثل هذه الخطوة اللجوء والارتهان لصندوق النقد الدولي ماذا تقول الحكومة؟ مثلها مثل صندوق النقد الدولي يقول صندوق النقد الدولي صحيح أن لهذا يعني البرنامج الإصلاحات الهيكلية هو فتح الباب أمام القطاع الخاص والغاء يعني البعد الاجتماعي لذلك تم إرساء ما يسمى ببرنامج الأمان الاجتماعي هذا البرنامج الذي صممه وأرساه البنك الدولي في كل الدول التي تدخل فيها صندوق النقد الدولي بما فيها تونس وبرنامج الأمان الاجتماعي سيدي للكريم هو عبارة على برنامج يدعون وعندما نطلع على هذا القانون قانون برنامج الأمان الاجتماعي هذا القانون هو تمهيط لتخلي الدولة عن دورها وتعويض فقر وتصنيف التونسيين إلى فقرة وذوء الدخل المحدود وأصحاب الدخل المتوسط إذن تصنيف التونسيين حسب درجة فقرهم والتعاة مع التونسيين حسب درجة فقرهم فالفقراء سيمنحهم مساعدات مالية شهرية تحويلات مالية شهرية ومنح يتم الحصول وتم الحصول عليها اليوم بقروث سواء يعني كالقرضة التي تحصلت عليها تونس هذا الأسبوع من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق لأسايداي يعني الوكالة الأمريكية للتنمية 60 مليون دولار سيتم توزيعها على الأطفال الفقراء بما يعني يعني بعث الوصم الاجتماعي في المجتمع التونسي سواء كانت أسرا أو أطفالا من يحمل هذا التصنيف لمدة سنتين سيحمله وسيرثه إذن هذا البعد الإنساني والذي يعني يتعلق بقرامة التونسي وقع يتغييبه ونتعاته مع الشعب كرقم إذن يقول صندوق النقد الدولي أننا وضعنا لكم شبكة الأمان الاجتماعي فلا خوف على الفقراء من رفع الدعم ولا خوف على الفقراء من البطالة ولا خوف على الفقراء من غياب ولا تقلي على مجانية التعليم ولا خوف على الفقراء من مجانية الصحة العمومية برنامج الأمان الاجتماعي سيضمن لهم النفاذ إلى هذه الخدمات هكذا يحل الصندوق النقد الدولي وهكذا تبنت كل الحكومات هذا الطرح المخزي حقيقة اسمحي لي باختصار لو سمحت تجيب لي على هذا السؤال لأنه ننهي به هذه الفقرة هل هناك إمكانية لتصحيح المصارات الخاطئة التي شرعت فيها الحكومات المتعاقبة أم أنه القطار فات باختصار لو سمحت نعم هناك تعهدات الدولة التونسية تجاه صندوق النقد الدولي وهذا يعني لا بد أن نعترف به ماذا يعني تعهدات أي الدولة التونسية تسلمت قروض مقابل هذه القروض هو التعهد بتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية ولكن كل حكومة بطنية تدافع عن شعبها من حقها أن تعيد شروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتحتمي بشعبها واستحقاقاته وتنفيذ هذه الاستحقاقات وإيجاد المعادلة التي تضمن كرامة مواطنيها وأيضا التمويل من صندوق النقد الدولي شكرا جزيلا لك جنات بن عبدالله الخبيرة الاقتصادية من تونس شكرا لك شكرا لك شكرا لك